أحسن الله عليكم سمعة الوالد يقول السائل هل يستطيع أهل الجنان الثانية زيارة أهل الجنان الأولى المذكورة في هذه السورة؟ الله أعلم أمور الآخرة وأمور الجنة والنار لا يقال فيها إلا ما ثبت في الدليل هم ورد أنهم على سرر متقابلين وأنهم يتناعموا بعضهم في لقاء بعض وجلوسهم جميعا وأنهم ليس في قلوبهم غل ولا حقق ولا شحنة إخوانا على سرر متقابلين وصح أنهم يزورون الله جل وعلا ويتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطب كل واحد منهم فهذا كله ورد أما التزاور فيما بينهم الله أعلم لا أدري عنه لكنهم يأنسوا بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا وكلهم في نعيم وسروق وأنس وحبور نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السلام من أراد أن يطلع على ما في الجنة فهناك كتاب لابن القيم اسمه حاد الأرواح إلى بلاد الأفرق ذكر فيه ما جاء في وث الجنة في الكتاب والسنة وشرحه وشرحا وافيا فمن أراد أن يطلع على هذا الكتاب ففيه العلم الغزير والطير الكثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر